المراضي مش بتقوم بيه الإمارات واللي بتحاول تعمل إعادة تدوير للمنتجات الصهيونية في منطقة جبل علي وبعد كده تشيل صنعة في إسرائيل وتحط صنعة في الإمارات وطريقة قاضرة كده بتتعامل بيها إسرائيل الإمارات اللي تحولت الباب البوابة الخلفية للمنتجات الصهيونية المصنوعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن المراضي هذا التطبيع مع المملكة العربية السعودية جوجل أعلنت خلال الشهور اللي فاتت عن مد مشروع من الألياف البصرية مسمى الكابل الأزرق الهدف منه نقل المعلومات وزيادة عملية نقل المعلومات وصرع التداول المعلومات الكابل ده هيمتد من إيطاليا إلى الهند من إيطاليا إلى الهند ولكن في طريقه لن يمر بالكيان الصهيوني حتى تدخلت المملكة العربية السعودية لتقوم بإيصال هذا الكابل إلى الكيان الصهيوني عبر دولتين عربيتين هم سلطانة عمان والمملكة العربية السعودية الكلام ده قاله وزير الإتصالات يعاز هندل وزير الإتصالات الصهيوني وقال أنه مشروع الألياف البصرية هو مشروع لا يقل أهمية عن خط عنبيب النفط بين عسقلان وإيلات والذي يربط البحر الأحمر البحر المتوسط وخليج إيلات ومن هناك سيستمر في طريقه إلى السعودية ثم سلطانة عمان وصولا إلى إسرائيل ومن ثم إلى الهند يعني المملكة العربية السعودية تقدم خدمة استراتيجية للكيان الصهيوني في إطار التطبيع ترجمة نانسي قنقر